إلى صحيفة عربي بوست المعارضة التركية يائسة فينينشال تايمز قاعدة الناخبين محبطة وتحول خطابهم إلى اليمين سيأتي بنتائج عكسية وصفت صحيفة فينينشال تايمز البريطانية المعارضة التركية بأنها يائسة وقالت إن المعارضة تعرضت لإحباط شديد بمجرد فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في الرابع عشر من مايو آيار لعام 2023 وهو الأمر الذي دفع للجوء إلى ورقة القومية في محاولة لاستمالة الناخبين لفتت الصحيفة أيضا في تقريرها إلا أن أحد كبار مستشري المرشح الرئاسي للمعارضة كمال كاليشدار أغلو توقع فوزه بالجولة الأولى على الرئيس التركي رجب طيب أردغان لكن النتائج أثبتت عكس ذلك وهذه النتائج أدت إلى إحباط شديد لدى المعارضة التركية وقالت الصحيفة إن هذا الإحباط وصل لدرجة أن كاليشدار أغلو شعر بأنه مضطر لنشر مقطع فيديو يثبت أنه لا يزال حاضرا إذ ظهر في المقطع وهو يضرب الطاولة بقبضته ويصرخ قائلا أنا هنا الصحيفة البريطانية أيضا اعتبر الظهور كاليشدار أغلو في مقطع الفيديو بمثابة بداية التحول الصادم لمرشح المعارضة وقالت إن حملته تحولت من حديث عن الربيع وصور الأشجار والكرز وإشارات القلوب إلى خطابات عدائية تتعهد بطرد ملايين المهاجرين أضافت فينينشل تايمز أن هذه المحاولة اليائسة الأخيرة التي لجأ إليها كاليشدار أغلو تهدف إلى تغيير مصار الحملة قبل الجولة الثانية من التصويت في الثامن والعشرين من مايو آيار ويتمثل التحدي الذي يواجهه في سد فجوة بالأصوات وتبدو أنها مستعصية أمام منافسه أردغان موسيقى